السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة شيوات حبيبة الغاوي. كانت تمنى تكون ابي خير على خير. اليوم البنات كيف مواعدتكم غادي نشارك معاكم مرغايف او بطبوط معمر. فليوم اجبت لكم الطريقة ديالي في البطبوط معمر. كيجي لديد بزاف وكيجي كله يعني في الحشوة من جميع الجوانب. وما كيجي شغلية وكيجي يرطي طب بزاف. كانت من البنات يعجبكم الفيديو ديالي. ما تنسى وان يشمل اعجاب. باش يطلع لي الفيديو فضلا وليس امرا. هنا كيفما كتشوفوا معايا شوفوا البطبوط او الا المخمار كيجي. صراحة كيجي ارطى بزاف وكيجي كل في الحشوة. وفي نفس الوقت كيجي لديد بزاف. غادي نشارك معاكم بطريقة من الاول حتى الاخر. هنا هي البنات اخديت قصرية درت فيها كمية ديال القمح. هنا استعملت القمح الكاميل غربلته من خالة الغليطة. ودرت الفورس يعني درت قيز ديال القمح وقيز ديال الفورس يعني قد قد. ودرت معلقة خميرة ونص يعني معلقة ونص ديال الخميرة. قد الخبز واحت طبا صغيرة ديال السكر. صافي غادي ناجن بالمال اللي تيكون دافي. هنا غادي نجمال عجينة ديالي. ما غادي ندلكهاش بزاف لان الخبز يعني او البطبط. كيكون يعني عامرين. ما كيحتجوش انكم دلكوهم بزاف. وفي نفس الوقت ما كيخمروش بزاف فقط غادي ناجنو العجينة ديالنا. يعني رسالين تعلين بزاف خاصة بها الدقيقة ديال القمح كيحل كامل يعني تيجي ورطبين بزاف وشاش. كيجوش شاشين بزاف. صافي نايدرت للملحة ودرت للماء. وغادي نجمال عجينة ديالي مزيان 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 حتى ناجنها. وغادي تشوفوا معايا بعد ما غادي ناجنها. يعني العجينة كيفش كاتي مخصناش نرخفوها بزاف. باش ما تقطعش لنا البنات حنا كان عمرو فيها ولا كانت لقوها. خاصة تجي يعني ممايا يعني ما تقصحها بزاف. وفي نفس الوقت ما تكون شرطبها بزاف. صافي نايدرت لكها. كان دهني ديالزيت باش كنحيد من هذا كل عجين. وكان عجنها واحد شوية يعني ماشي بزاف واحد دقيقة ونص ولا جوش دقيق. صافي حتى كنجمع وكنحس بيها رها ملسا. بالنسبة لعجينة اللي فيها الدقيق القمح الكامين ركا تكون ساعة لعجينة. ماشي بحل اللي فيها الفورس وفيها الفينو. صافي هنا العجين ديالي بعد مما عجنته. غادي نغطي عليه وغادي نخليه جانبا. كي يخمر على ما نوجد الحشوة ديالي وتبرد. لما كيكون العجين ديالي خمر. هنا يلبنات خذيت واحد لبصلة. هنا يدرت بصلة خطارية. احبة وحدة يعني ديك الكركوبة التي تكون ديال البصلة متوسطة. وقدرت معها واحد الفلفلة حمرة يعني تحنت كلها حاجة بوحدها تحنت لبصلة. ماشي تحنتها يعني شلطها تحفلها شوار وصفيتها من ذاك الماء حيث تبغيتها تكون رقيقة. يعني ضروري تتلقى شوية لما تلقى البصلة. كان عصروا ذاك الماء باش ما يجيناش القبز يعني فيها ديك الرحة مجهدة ديال البصلة. وحتى الحشوة جينا زوينة. كان حيت ذاك الماء كان عصروا بيدي. ونفس الشي كان ديره مع الفلفلة حتى هي كان عصر لها ذاك الماء. را ما زال في الاخير غادي نضيفه. لما ديال الفلفلة. اما ديال البصلة صافي كان نرمي. صافي هنا شحرت البصلة والفلفلة وشوية ديال الكفتا اختيارية مع شوية ديال الزيت والملح. بالنسبة للزيت كان ديال الزيت المائدة. صافي هنا يقدر تلع طريا ديالي شوية ديال التحميره والبزار والكامون وشوية ديال الخرقوم وسكنجبير. والملح بطبيعة الحال الى كان خسره كان زيده وكان دق الحشوة كان شوف الى خسره كان زيد. صافي هنا غاد نخليها اتقلها مزيان مزيان. صافي هنا كنحاول باش انا ديك الكفتا كلها اخصنين معك ما يبقوش فيها دك الطريفات يكونوا كبارين باش ما يديرون جيوناش وحنا كنعمرو في الرغيف ديالنا ولا كنتلقوهم. صراحة هاد الحشو كان اعتمدها بزاف سوا في البطغوط ولا في المسمن محمر. كتجي لدي ده هنا في الاخير يا ابنت رازدت واحد المالقة ديال مادنوس. القزبور عفوان ماشي المادنوس للقزبور. وغادي نزيد في الاخير واحد الحاجة غادي تشوفها معي. اللي هي كناخد واحد شوية ديالزيتون. انا يدرت الزيتون بلدي. حيط له العظم وطحنطه في الهاشوار حتى ولا بحركة. ممكنكم تقطعوه بديك القطعها ها هي اناي فاش طحمته وعصرته من الماء. اي حاجة كندووزها في الهاشوار كن نصفيها من الماء. غير بدي بحالي كان اعصرها. وناي في الاخير درت واحد جوج مع القضية الشحمة بالنسبة للشحمة. كان ديالشحمة ديالبقر. اه كتكون عندي في الكنجيلاتور كناخدها. وكان احطها في الكنجيلاتور حتى كتجمد وكتولي ايقاسها. كان دي راف طحانة وكان طحنها حتى كتولي بحال غبرة صافي كان احتفظ بيها. وقت ما بغيتها راك اللقاء الشحمة عندي واجدة. صافينا بعد ما طبط لي الحشوه هدا هو الشكل ديالها كتكون يعني ناشفة وكيكون كل شيء مطحون رقيق. وفي نفس الوقت ما تيكونش يعني يعني بحالك كمع الجن. صافينا غاد نخلي الحشوه ديالي غاد نوضعها في التبصل وغاد نضيف عليها واحد المكوين. وخدرته معها في الحشوه كندير غي شوية ولكن دبا غاد ندير واحد الكيمياء في الاخير كيعطي واحد المدق زوين بالزاف بالنسبة للغايف. وخا غاد يجيكم شوية غريب ولكن رازوين زوين بزاف. صافينا غاد نزيد واحد شوية ديال كامون واذاك المكوين اقول لكم. شفتوا معي الحشوه البنات كيفاش كتشي. كتجيب حالكا غاد نزيد عليها واحد شوية ديال الكامون هنا يوكن نخليها على جنب حتى كتبدا كتبرد على مي خمر للعجين. وصافي غادي نقسمها آآ كويرات آآ اللي غادي يكفيني الهد البطبوط هذا. هنا اخذت شوية ديال زيت العود العجينة ديالي راه خمرت تقريبا دست عليها واحد نصف ساعة ما كاملاش. صافي هنا يكن نخد آآ العجين ديالي كان قطعو كويرات يكونوا صغير ورين. يعني تيكونوا قد آآ جوج قياس ديال المسمنات. ما عرفش الميزان يعني ما عبرتوش. ما كان عبرش العجين. آآ كان اعطيكم القياس بيدي يعني آآ بطبوطين صغير ورين ماشي كبار. وانتي وما كاتشوفوا معايا. هذي خرجوا لي تقريبا يمكن آآ تسعود ديالي حبات. ولكن آآ فقط غادي نعمار سبعو. والخرين بقاولي احتى وما غادي نديرو ماي بطبوط عادي. المهم اعطيتكم القياس اللي خرج لي هذي الكيميه ديال الدقيق. در زلافة ونص ديال القمح وزلافة ونص ديال الفورس. وزلافة غير متوسطة ماشي كبيرة. صافي هنا الحشوة ديالي بعد ما بدات كتبرد. غادي ناخدها وغادي نخلطها مع ذاك الكامون اللي كنت ضفت في الاخير. صافي غادي نخلطها بحلاكة وغادي نقسمها. غادي ندير كل لا يعني خبزة كان نعزل لها ذاك القيس اللي غادي ندير لها بحلاكة يعني القدر اللي غادي ندير. كان قسمه صافي هنا غادي خرجوا لي سبعا ديال خبزة يعني را ماشي كبار بزاف وانما تيجوا متوسطين وحتى يعني كيكونوا رقاقين ما تيكونوا شغلاد تتبان فيهم الحشوة ماشي بحل اللي تيكونوا غلاض. وتيكونوا بحلاكة يعني ما بلصة فيها الحشوة وبلصة لا. تيكون يعني ذاك الخوز ماشي هو هذاك صافي هنا يا بد ما قسمتهم. ويعني الدقيق ديالي را ارتاح. صافي هنا مباشرة بد ما قسمتهم. نخلي واحد دقيقة على مكان قسم الحشوة. صافي كان دوز باش غادي نطلق العجين ديالي. وهذا اللي شفتوا معي را ثاني تسعود ديالي كويرات. وهذا الحشوة ديالي. صافي هنا غادي ناخد واحد القيز ديالي تقيق. غادي نديره بحلاكة. وغادي نطلق الكورة اللولة. شوفوا كيفاش كنتلقها. كنتلق فقط الجوانب. والوسط كنخلي شي شوية غليض. ضروري تخليو ذاك الوسط غليض حيط الفوق مليكة نرجع لي العجينة حتى ورطة يكون يعني كتبقى في ديك الطبقة ديالي العجينة. هنا يكن جمع كل شيء بالصباع ديالي وكنورك عليه باش كيتلصق ليه بحلاكة. وكنوضع يعني ديك الخبزة كنوضعها. كنوضعها هكا يعني على ديك الجهة اللي جمعنا. من ديك الجهة كنوضعها على المين ديال باش كتلصق وكتجيني سهلة من اللي غادي نجي نورقها. اشتدوك العجينة كان قدها بيدي بحالي كان نبسطها. باش كتاخد ليه نفس القياس ما تجيش جيها طلعة في العجينة ولا الخبز. وجيها يعني حاذرة ولا رقيقة يعني ما تكون جيها غليضة وجيها رقيقة. سمحوا لي البنات المهم كان بغي نشرح لكم زيان مزيان ونوصل لكم الفكرة. شتون ايا كان جمعها بحالكة. بعد ما كان جمعها كان طلع ذاك العجين وكان حاول نوزع العلاء ديك العجينة كلها من الوسط. صافينا يا غادي نستمر حتى نكمل الكيميا اللي عندي. كان نورق الجناب وكنخلي الوسط غليط وكان وضع الحشوة ونجمعها. وصافي كان بسط هذه هي الطريقة شرحت بزاف اللي بنات اللي غادي يكونوا يحضرهم اول مرة ولا تيحضرهم ما كي يصدقوش ليهم. يعني كل شي ممكن ماشي كي يعرف. وحتى احنا مازال كان نتعلموا بزاف ديال الحاجات كان استفدوهم منها كامل فيديوهات ديال الاخوات. كل واحد كي ذي شي حاجة ديال الخير اللي سهل عليه والله يكمل عليه بالخير. صافي هنا يا بعد ما غادي نجمع الخبيسة ديالي غادي نتلقاو باش نتلقوه. صافي هنا يا غادي نبدأ باللولة اللي جمعتها وعمرتها. اياها دي شوفوا معي البنطة تكون مسودية من جميع الجوانب. كنحاول بحلقة انا غادي ندير معاكم يعني التقراص خفيف. وكن نبطأ شوية باش تفهموا معايا. كنحاول نقرص جميع الجوانب ونحاول انني ما نجرش الحشوة ولا نورك عليها باش ما تخرج ليش. فقط كان بسط بيدي بحلقة بحلي كان ضغطي شوية باش العجينة كنتمشى وحتى الحشوة كنتمشى معها وما تقطع شلينا. صافي هنا نقرص يعني اللولة والثانية حتى ننسى للكيميا كاملة اللي عندي. حال هكا يعني كنقرص وكنقلب باش نحاول دائما نبدأ بالجهة اللي كنت سديت فيها العجينة هي اللي كان نبدأ بيها تكون فيها شوية العجينة كتساعدنا في التقرص ما كيتخرج لينا الحشوة. رغم انها دقيق هذا رادي القمح الكامل را تكون سالي تقطع اللي درتو الفرس راشي شوية كيعا ونكون مخاوة كيف زقد غير. ولكن الحشوة را درناها ناشفة يعني مشحرة مزيان وقفة غير علا ليدام ديلها ما تخافوش من هالبنات. فايت اللي حضرت معاكم البطبوط محمر ودرتو بالحشوة اللي هي خضرة ما طيبناهش حتى هي كتجي مزيانة وكتجي لديدة. فقط شاركت معاكم هالطريقة حتى هي اللي طيبة حيت فيها الكفتة. ضروري خصنا طيبوها باش كتجي نزوي نقطة وكتلقوا المسماء كتر من انها تكون يعني خضرة بحلقك. صافيني غادي نستمر حتى نطلق الخبيزة ديالي كاملين. هني انا تنطلق ونرقها. شوفوا معايا الحشوة كيفاش كتبت. صافي غادي نستمر حتى ننسى اليوم بحلقك وغادي نشعل علاء المقلة. باش كتسخني مزيان. وغادي نطيبهم بطريقة عادية باش كنطيبوا البطول. بحلقك كتسخني مقلة كمرمي الخبيزة ديالي او الرغيفات. يعني كل واحد كيفاش كاي يسميهم او خبز معمر. صافيني غادي نتسنى تقريبا ثلاثين ثانية. وغادي نقلب خبيزة ديالي باش ما يطيبوش لي من جيهة واحدة. باش يجيوني من بوخين بحلقك ومفشفشين. صافيني كنقلبهم. واللي طابت ليرة كنقلبها ونعاود حتى كنحس بيها طابت مزيان. وكانت فعليا هو السير ديالي هات الخبز انه يجي طايب يعني كيجي طايب ونحمر. باش كنت تحسوها لها ديكلدة كتكون فيها ملكتها كل الخبز كتحسو بديكل مدق زوين بساف. صافيني كنقلبها البنت. كنقلب من هاد شيها ومن فيها حتى كنحس بي بحلقة. بحلقة ديالي هات الخبزة اللي كتشوفوا معي. ولت محمرة من جميع الجواني بصافي حتى كنطيب وكنزولها. وكان نرمي الخبز ديالي حتى كنطيبو كامل يهني طريقة عادية باش كنطيبو ملاوي معمرين او لا بتبوت يعني بالنسبة لهذا كنطيبو. احنا كنطيبو كنقلبو حتى كنحسوه بالخبز ديالنا طب. باش كيدخلو ديكل الحوشو حتى هي را كتطيب معاه. وكتطلق النسمة ديالها في الداخل ديال الخبز. صافيني غادي نستمر حتى نطيب الخبز ديالي وتشوف معي الشكل نيائي كيفاش كيجي في الاخير. صافة البنات هدا هو خبيزة ديالنا بعد ما طابو. كيجي بهات الشكل هدا. كيجي كله يعني فيها الحوشو من جميع الجوانب وكيجي الخبز هشيش هشيش بالساف. وارطاب كيدوف الفم وكيجي لديد بالساف. يعني خبز بدوازو كيجي من الاد ما يكون. همي غادي نقسم معكم واحدة باش كتشوفوا كيفاش كيجي رطاب بالساف. شوفوا معي كيجي عامر من جميع الجوانب كيجي كله فيه الحشوة. وف نفس الوقت يعني كيجي خفيف بالساف. ودا هو الخبز ديالي. كتمنى اعجبكم من فيديو ديالي. وما تنسونيش من اعجاب للفيديو والبارتاج للقناة. فضلا ما ليس امرا. وشكرا بالساف على المتابعة و الى فيديو اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.